حكم و تقول أنك حكم دولي تحسب هذه ضربة جزاء كو علي بليهي ما تحسب كرت أحمر دعس سالم الدوسري ركلت جزاء سعود عبد الحميد تتكلم على ثلاث أربع قرارات أنا ممكن أمشي معك في اثنين ثلاثة أقول رأي تحكيمي ممكن أقول نظرة لكن ضربة الجزاء من ما بين سالم الدوسري عبد الله العنبي كانت هذه هي الفضيحة الكروية سالم الدوسري في نفس اللقطة إذا كانت موجودة تمنى الزملاء يعرضونها اللاعب قاعد يكملي بيكملي بيلعب تفاجأ أن حسبها ركلة جزاء إذا اللاعب نفسه كان يكمل الكورة و يحسب أنها ما فيها شي يعني هو يعني عارف أنها ما فيها شي يكمل الهجمة الحكم يصفر يحسب ركلة جزاء أنا هنا ما أقدر أطالب اللاعبين ولا المدرب ولا أقول بالله فوزوا على الحكم إذا الحكم في نفسها ركلة الجزاء يحسب فيها ركلة جزاء نحتقدنا خلاص ما يحتاج يعني الهلال فريق كبير الهلال ما يحتاج أساسا مساعدة حكم عشان يحقق انتصار في مباراة بس إذا جينا علي لا بس الهلال بس خلينا نكمل لك الهلال ما يحتاج مساعدة حكم عشان يفوز في مباراة وبطولة بكل تأكيد هذه ما فيها واحد اثنين الهلال حقق دوري ابتلاسيا مرتين يعني وحدة فلتت منها من ضمن المرتين بس أنا أتكلم عن فكرة وشو أن مصطفى غربال كان الحكم حكم مباراة الافتتاح في كاس العالم لندية وكان متواجد في كاس العالم لندية بمعنى أنه وصل إلى مرحلة في نظر الفيفا أنه حكم يعتبر على مستوى عالي هذه نقطة أولا الأخطاء التحكيمية تعتقد أنه هي اللي أبعدت النصر عن كاس الملك هي سبب وحيد لا لا أنا ما أقول لك سبب وحيد لكن أنا قبل شيء يتكلم أنه لما جئنا نتكلم فنية عن المباراة كنت أقول بس إذا جئنا الحصائيات كمان يعني شوية لا لا النصر قدم شوط أول كان مثالي وكان يقدر يطلع فيه 2-0 مطرد من خصمه لاعب شوط الثاني قلت أن النصر سلم الملعب طول بعرض للهلال الهلال استحوذ على الكورة النصر كان كل الفريق مدافع وهذا خطأ كبير من اللاعبين هذا كلام خلصنا منه لكن تتكلم على حكم في ظل كل هالأخطاء واجماع الحكام طيب إذا كل أجماع الحكام هذولي كانوا خطأ لجنة التحكيم يعني في حكام مثلا عندنا ناقدنا محللنا التحكيمي نستاذ عبدالله تتكلم على ضربة جزاء عن الهلال الهلال أنها غير صحيحة لا أنا أتكلم عن ركلة جزاء هكذا سعود الحميد أنه ما كانت فيها ركلة جزاء أقول فيه قرارات وافقة لا فيه قرارات وافقة يعني فيه كمان اختلاف فيه أحد اختلف على ضربة جزاء الهلال أنها غير صحيحة ما فيه أنا أولا ما تابع كل حكام تحكمين المحللين تحكمين أتابع عندنا محللنا عبدالله عندنا محللنا لسالة عبدالله القحطاني وش قال على ضربة جزاء قال غير صحيح أنا مستعد أجيب لك بعيدا عن المحللين التحكمين العرب أنا أجيب لك خمسة ستة كانوا يحللون شي اسمه من الدول الأوروبية يتابعون كان يقولون يعني صار الحديث بدلا لا يكون تحكي فنيا تحول تحكي كانت يرك للجزاء للنصر ممتاز حسب الحديث طبعا محللنا التحكيمي وبالنسبة لحقة سعود أبد الحميد ما كانت في هاركة للجزاء طيب أعطينا حقة سالم الدوسري طيب أعطينا حقة سالم الدوسري وضعطيك كل الأمور بالنسبة للمحلل التحكيمي إيه بس عبد الرحمن أنت الآن لما جلست تتكلم على الحالتين أنا ما أتكلم على الحالتين أنا أتكلم على لا لا الكلام اللي قال لسالة عبدالله القحطاني أنا ما على سالة عبدالله القحطاني ونطلع الأشياء اللي هو تكلم عنها طيب قال ضربة جزاء الهلال غير صحيحة وأثار نقطة كبيرة مرة على حكم الفار وأن الحكم الفار غير معتمد والله يشوف فهو يعني بصراحة تكلم عن أشياء كثيرة ليت ويانا والله اليوم عبد وزياد يفند هذه الأمور يعني يتكلم عنها بشكل كبير عبد الرحمن أقول لك على حاجة بعيدا عن موضوع نصر وهلال لجنة الحكام ليه أنتم تحطون نفسكم في موضع شك ليه أنت تخلي المشجع لناديه يشك أنه مستقصد أنت الآن دير بي نصر وهلال خروج مغلوب تروح تجيب لي حكم غير معتمد من فيفا في غرفة الفار هل أنت مجبور لا خذيت حقك نادي النصر هو اللي مقدم طلب حكام أجانب فيها المبارة خذيت مبلغك ليش ما جبت حكام على مستوى عالي طيب أنا أتكلم عن الاختيار بعيدا عن موضوع الاختيار بعيدا عن موضوع الاختيار الاختيار من لجنة الحكام أتكلم من لجنة الحكام أكيد بالتأكيد أنت تتكلم النصر في مباراتين مهمة هذا الموسم متتالية النصر والاتحاد النصر والهلال صافرة تحكيمية تنهي موسمها طيب علي التحكيم هو اللي أنهى موسم النصر تحكيمية تنهي موسمة تحكيمية تنهي موسمة